اشتركوا في القناة بعد ان حصل على اعلى نسبة تصويت من الجمهور ولجنة اختيار المشاريع خلال الحفل الختامي الذي اقيم اليوم في ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واكد سموه على دور هذه المبادرة التي اطلقها صاحب السمو الملكي الامير اندرو دوكيورك في تعزيز روح الابتكار وريادة الاعمال والتي استضافت مملكة البحرين دورة خاصة بها وشارك بها العديد من الشباب البحريني من رواد الاعمال ما اهلهم للمشاركة في الدورة الخليجية منها متمنيا سموه للرواد الشباب كل التوفيق والنجاح في تحقيق اهدافهم